مرحبا يا اخوان اشياء مهمة اللي عازم تعرفها عن متا تريدر 5 خصوصا عضا وكالتنا في المنصة العربية كما انك سنس اذا ما تحب تستخدم المنصة و تحب تستخدم المنصة و تحب تستخدم اوكي ما في مشكلة طيب اولا اشارة البلاس هون هون تكتب بالفايند او تبحث عن الستوك او الاندكس مثلا لاو جونز مثلا يو اس تي اي سي نازدك او نازمية على حسب يكون عندك فوركس جروب انرجي الطاقة الكريبتو الاندكس الاسهم في عندك الخيارات ستضلت ضغط عليها يعطيك نيو اوردر تفتح اوردر من هون فورا هون عندك هون تك بروفيت هون ستاب بلوس وهون انه بدك تشتري او تبيع ماركت فيك تضغط عليها عندك الاوامر باي لامت عندك سيل لامت اللي هي حد البيع عندك باي ستاب طبعا شرحناها و سيل ستاب و عندك باي ستاب لامت و سيل ستاب لامت مستخدم سيل لامت باي لامت ماركت و احيانا مستخدم باي ستاب و سيل ستاب تمام هون عندك عندك بها المنطقة بتحدي طيب اذا كمان ضليت ضغط عليها في عندك تشارت اذا بدك تفتح تشارت تضغط على كلمة تشارت بيفتح لك تشارت بهذا الشكل طبعا نقرأ واحدة بيعطيك هون عفوا بيعطيك هون الفريمات تختار أي فريم عندك هون المؤشرات عندك هون عندك اعلى هالمنطقة هي تنفيذ order اذا بدك تشارت من هون تنفيذ order عندك بها المنطقة فيك لسه تضيف لوحة ثانية او نافذة ثانية لعملة هون تختار انها هون منضيف المؤشرات نفسها كمان trade هون عنا البالانس الرصيد عنا الإكوتي اللي هو الرصيد المتغير وعند أنت وفاتح صفقات يعني سالب بالسالب بالرابح هذا يعني هون الإكوتي بيظل متغير لحتى تسكر كل الصفقات بيظهر عندك هون في البالانس عندك الهامش تمام هون كمان فيك البيزدرو أنا فضل تعملهم من المنصة عندك هون السجل تمام عندك هون السجل بتشوف عندك الوردر الوزيشن والديلز هون فيك تحدد اي يوم بدك صفقات اليوم last week اخر اسبوع اخر شهر اخر ثلاثة شهور او custom انت بتحدد للي بدك يا هاي اهم الاوامر اللي بتستخدمها بالميتا تريدر 5 طبعا اذا بدك تضيف حساب صديقي اه من هون من هاي المنطقة تضغط عليها تعطيه شارت بلاس تعامل من هون تعطيه فاندر بروكر وبتكتب اسم البروكر طبعك شو ما كان سواء كان اكسنس او المنصة العربية اللي في وكالتنا بتكتب هون اسم السيرفر تمام طبعا وكيلك او بنفس الحسابك مكتوب لك اسم السيرفر تمام مثلا سيرفرنا اكسنس مثلا اوكي موجود اسم السيرفر هاي كانت شروحات بسيطة مهمة لكم مستخدمين الميتا تريدر 5 سواء او 4 تقريبا نفس المبدأ شكرا لكم شكرا لكم